أقول آولا الإيمان بهذه الأخبار ونحن متحققون بأنها صادقة هو من الإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إذ كيف نؤمن بالله ونؤمن برسول الله ومصطفى صلوات الله وسلامه عليه ولا نصدق خبره ما بحال والله يقول في كتابه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فالله عز وجل أخبرنا أن الكتاب يهدي إلى الحق وأخبر أن المؤمنين يؤمنون بالغيب يعني بما أخبر الله به في كتابه من مغيبات كاليوم الآخر وما يضل فيه والساعة وعلمها وغير ذلك مما أخبرنا به مما سيقع وسيكون في يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا يا إخواني من الفوائد التي نستفيدها من وراء ذكرنا لذلك ودراستنا لعلامات أو أشراط الساعة أن الإيمان بالساعة وأشراطها يثبت الإيمان ويقويه في قلب المؤمن لماذا؟ لأن المسلمين في كل عصر يشاهدون ويقفون على وقوع أحداث مطابقة وموافقة لما أخبرت به النصوص الصادقة الصحابة إردوان الله تعالى عليهم أجمعين شاهدوا انتصار الروم على الفرس ثم انتصر المسلمون على الفرس والروم وظهر الإسلام على جميع الأديان وكل ذلك أمار ودلالة على صدق هذا الكتاب وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أيضا من الفوائد التي نستفيدها من وراء دراستنا لأشراط الساعة وأماراتها وعلاماتها تثبيت الإيمان بيوم القيامة فالقيامة وأهوالها وما يكون فيها غيب أخبرا لله تبارك وتعالى به وأخبارنا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل ذلك من أصول الإيمان ودعائمه ووقوع الوقائع في الدنيا على النحو الذي جاءت به النصوص دليل واضح بي على صدق هذه الأخبار يعني الأحداث توافق ما أخبر الله به في كتابه وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته أيضا من الفوائد التي نستفيدها من وراء دراستنا لعلامات وأشراط الساعة أن نوقن بأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الخير محذرا من الشر وقد دل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه على المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسلكوه في الوقائع التي وقعت في عصره صلى الله وسلم وفي إخباره بالمغيبات والوقائع توجيه للذين يأتون من بعده من أمته كيف يتصرفون حيال هذه الأحداث التي قد يخفى عليهم كثير منها ولا يعرفون وجه الحق فيها ولذلك كان لابد من دراستنا لما نحن بصدده الآن من علامات الساعة وأشراط الساعة أيضا من الفوائد التي نستفيدها من دراستنا لعلامات الساعة وأشراطها أن المسلمين يمرون بواقع أحيانا يعيشون وقائع تحتاج إلى لون من ألوان الاجتهاد وقد يختلفون في ذلك فلابد أن يرجعوا إلى القول الحق في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أضرب على ذلك مثال في نهاية الزمان في الحقيقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إني لما ينزل الدجال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن يوم من أيامه كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا هذه هنا الصحابة رضو الله تعالى عليهم أجمعين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك الأيام الطويلة يوم كسنة ماذا نفعل فيه كيف نصلي ماذا نفعل ماذا يعني كيف نقدر مواقع الصلاة وغير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أقدروا له قدرة أقدروا له قدرة يعني اجتهدوا في تحديد أوقات الصلوات وأيضا التطلع إلى ما سيحدث في المستقبل ده أمر فطري في النفوس البشرية فالإنسان يجد في نفسه رغبة شديدة في معرفة الوقائع والكائنات التي قد تحدث للجنس الإنساني أو تحدث للأمة التي هو يعيش فيها فكان ولابد بل من الضروري أن ندرس أشراط الساعة وعلامات الساعة تلبية لرغبة الإنسان الذي يتطلع دائما إلى العلم وإلى المعرفة فندرس أشراط الساعة وعلامات الساعة لهذه الأحوال كلها ولتلكم الأخبار كلها ترجمة نانسي قنقر